ما بين 100 و 150 ريالاً هي الغرامة التي ستطبق بحق من يبطئ على نحو يعرقل الحركة المرورية في السعودية السير بالمركبة بسرعة أقل بكثير عن السرعة المحددة في الطرق تعتبر مخالفة ضمن لائحة الجزاءات المرورية يعاقب عليها النظام ترصدها أجهزة الضبط الآلي المتحركة في مركبات المرور والمثبتة على الطرقات مراحل أولاً سرعة بعدها تجي المراحل الثانية سواء المخالفات سواء استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة أو حزام الأمان أو أي مناورة في الطريق أو أي خلالة تبدأ على مراحل مؤخراً دشنت إدارة المرور أنظمة رقابة متطورة وفعالة لرصد السرعات العالية والمنخفضة التي تقل عن السرعة المحددة في تقنية حديثة تعد الأولى في السعودية وجود هذه التقنية الحديثة تساعد على انقفاض المخالفات موجودة الرصد القديمة وساعدت أيضاً على انقفاض جزء من المخالفات ولكن هذه مساندة لها في بعض المواقع لا يمكن أن ترصد فيها بالأجهزة الثابتة الآن هذه التقنية الحديثة تكون أجهزة رصد متحركة الأنظمة الحديثة التي جلبتها إدارة المرور ترصد كل ما هو مخالف من قائدي المركبات اتسعى إلى الحد من الحوادث المرورية مع توعية المجتمع بالمخاطر التي يرتكبها أثناء قيادته لمركبته هاني صفيان العربية الرياض